السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اصطير اعملين ايه شو اللي اخبار اليوم تعالوا بقى كده ايه نبدأ كده الفيديو بالصلاة على النبي عليه وفضل صلاة والسلام سيدنا محمد ويقول بينا ايه نبدأ بقى بالرواية الانتقام عدالا قاسيا ولو بعد حين طبعا هنبدأ كده من الفصل 576 عرض جيد تعالوا بقى كده نشوف بقى ايه فارس هيعمل ايه مع الحج فتحي وخميس يلا بينا لكن فارس صار فجأة امسك كاميليا وهو يقول كاميليا انت شارب سيئة دعينه يشربه نيابة عنك كلمات فارس النعمة كانت مليئة بالقلق والموده يا الهي كاميليا زوجك لطيف جدا معك فارس اعتدنا ان عاملك معاملة سيئة وان نستمر فيها التحدث بالسوء عنك الى كاميليا من فضلك لا يتأخذ الامر على محمل الجد لقد تم تضليلنا لمجرد الاعتقاد بانك عديم الفائدة وكنا قلقين من ان تعاني كاميليا من الزواج منك زهب الصديقات كاميليا الى فارس على الفور عندما اتى استمروا في محاولة تصفية الاجواء حول سوء التفاهم السابق وكانوا بلا شك ينظرون الى فارس بشكل مختلف لكن خبيس عبس بمهارة عندما اخذ فارس كأس النبيز اظهر التسامة مصطنعة وقال انه مجرد كأس ستكون بخير ثم انتزع كأس النبيز من فارس ويتحدث واسر على ان تشربه كاميليا سقط كأس النبيز الاحمر على الارض وسط الصراع قال خميس وايضحك لا تقلق لا تقلق سازهب لا اسكب لك كأسا اخر ثم استضر ليغادر يسبك كأس النبيز اخر لكاميليا كاميليا انتظريني هنا انا ازاهب الى الحمام بعد ان غضر خميس اعتذر فارس بتواتبعه بهدوء قام خميس باجراء مكالمة عندما وجد مكان منعزلا وقال بهدوء فتحي فقط انتظر فيها الغرفة فيها الوقت الحالي حدثها جاي اما جعلني فارس الغبي اسكت كأس النبيز انها ليست مشكلة كبيرة لقد اعتدت بالفعل كوبا اخر انا في طريقي لرسالها الى كاميليا سأبلغ صارة بمنادات كاميليا وقيادتها الى المرحاط يمكنك رسال رجالك الاغذة كاميليا الى غرفتك ثم يمكنك الاستمتاع معها طوال الليل استمر فيها الضحك بتكلف بعد اغلاق الهاتف شايفين قلة الادب والسازاجة شفت عايزين يعملوا ايه في كاميليا يشربوها ويروحوا اخدين كاميليا لقضية فتحي ويعني هكذا بقى ماشي اعتقد ان خطته كانت لا تشوبها شائبة طبعا ايه الحج فارس عارف طبعا موضع ده كلها اتفرجوا بقى على الصدمة اللى هتحصل اتفرجوا على الصدمة اللى هتحصل دلوقت يلا بيلان كامنا اللعنة انا زكي جدا بامكاني فقط ان اتوصل الى مثل هذه الخطة الرائعة قال صوت خبيس بهدوق فجأة بينما كان خميس يحادس نفسه حقا تم القبض على خميس على حين غره واصبح حذرا على الفور من هذا من انت ادار رأسه ليرى صورة فارس الباردة الجليدية انت انت انا خميس مرعوبا جدا لدرجة انه شعر كما لو ان روحه قد غادرت جسده هذا كان فشاة في فارس كما لو كان ينظر الى شبح لم يحلم ابدا برؤية فارس هنا سدت فارس له ضربة مكتومة عب رؤيته له ضربه فارس حتى فقد وعيه كان من مستحيل معرفة ما اذا كان لا يزال على قيد الحياة ام لا جاء سامي مع رجاله قال فارس بهدوق كانت عينها مليئة بالمكر احضره وفكا لخطتنا ايضا ارسل كأس النبيز هذا اليه لمساعدة السيد سباعي على تنشيط الامور خطتنا انتظر من المشير الملخ طول هو 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 بدي خميس على اساس ان هي كاميليا لميل الفاتحي و هودي الفاتحي منشطات بحيث ان ايه الفاتحي معه اقصاره شوية و ويروح ذبط الدنيا مع خميس على اساس ان هو كاميليا بس كده فيها الوقت نفسه فيه فندق بجوار قاعة الحب حجز فتحي غرفة وكان يتجول بخطوات متوترة في الغرفة شعر كما لو انه انتظر لفترة طويلة تسأل فتحي لماذا لم يتصل خميس هل حدث خطأ ما عندها رن جرس الباب كان فتحي سعيدا قالوا هو يفتح الباب بحماسها هانه هنا لكنه سرعا ما يسيبه بخيبة أمل كان هذا موظف هدمت الفندق هنا لإرسال كوب من النبيز الأحمر والعشاء فبقه فتحي بغضب وطرده بعيدا اخرج ربما بسبب القلق شعر فتحي بالعطش لذلك التقط كأس النبيز الأحمر وشربه بالكامل ثم وصل الانتظار انطفعت الأنور فيها الغرفة فجأة انغمس الفندق بأكمله في الظلام صرخ أعدام بأن الطيارة كهرباء انقطع من الخارج لعن فتحي تبا كيف يمكن أن يقطع الطيار كان غضبا بشكل طبيعي أكثر عندما يخرج لمعرفة ما يحدث رن جرس بابه مرة أخرى أيها الشاب لا تقلق كنا نحن الذين قطعنا الكهرباء بعد كل شيء نحن نفعل شيء غير قانوني لذلك سيكون من الحكمة اللي لا يران أحد عليها من أفضل الكيام بمثل هذه الأشياء فيها الظلام هي لدينا لذا يرجى فتح الباب لندخلها جعل الصوت من الخارج فتحي سعيدا للغاية أو ما فتحي بالموافقة لأنها فكرة جيدة لقطع الكهرباء يمكن أن لا استمتاع فيها الظلام صحيح أنني لا يمكن استماح لكاملية برؤية وجهي لما فكر كسينة فيها الأمر من قبل لم يخطر بباله إلا بعد أن ذكره مرؤوسه إذا رأت كاملية وجهه فقد تقاضيه في المستقبل الآن بعد انقطاع الطيار الكهرباء لم يكن عليه أن يقلق بشأن رياتو اندفع فتحي بعد أن فتح الباب تمام اسرع وادخله لسبب غير معروف شعر فجأة بالحرارة وشعر كما لو كان كرة من النار لكن فتحي لم يفكر كثيرا فيها الأمر وتجاهله باعتباره مبالغة في ردة فعل ضحك أحدهم ويتحدث فيها الظلامة سايد فتحي هاهية أمنا تقضي وقتا ممتعا للليلة ضحك ضحك جعل فتحي حذرا ضحك جعل فتحي حذرا تسأل فتحي ماذا لماذا تضحك لا أنت تبدو غير مألوف ما اسمك هل أنت جديد أين فريد لكن لم يرد عليه أحد وقتفع هؤلاء الناس بعد إقلاق الباب كانت الغرفة هادئة بشكل غير عادي صدت نفسه المترفقة في الغرفة امرأة جميلة مستلقية على سرير فتحي بالطبع لما يكون هنا هذا سوى خيال فتحي المفرط النشاط كان الظلام شديدا بحيث يتعذر رؤية أي شيء لكن لا يهم طالما أن الجميلة التي كانت تركض فيه سريره كانت كاملية طالما كان وجه كاملية الرائع وصوتها الجميل محفورا في قلب فتحي لذلك في اللحظة التي أغلق فيها عينيه كان بإمكانها رؤية صورتها الزلية المظهلة لم يعد بإمكان فتحي أن ينزعج من شكوكه السابقة شعر جاسد وحرار شديدة وكانت بطنه مشتعلة إذا كان أي شخص حاضرا لكانوا قد لاحظوا بالتأكيد مدح مرار وجه فتحي كان غير قادرا على قمعي نيران في قلبه لذا ألقى ملابسه جانبه من دفعه على السرير كاملية أنا قادم من أجلك ثم مزق فتحي ملابس مرة لقبل أن يندفع نحوها ويقبلها مثل زئب جائعة كان سامي لا يزال ينتظر الأخبار في قاعة الحب بعد فترة ألقى مكلمة من المرؤوسي يا سيد سيادة ممنى المهمة شرب الخمر وارسلنا السيدة سأل سامي ماذا عن القمرة أجاب مرؤوس ويضحكها كل شيء جاهز هلالأخراس سوف يشتهرون قريبا قال سامي قال سامي وهي يبتسم يوم برأسه جيد الفصل يطبع الفصل خمسمائة سبعة سبعين لا فارس أنا لا أشعر أنني على ما يرام دعنا نعود كان الأداء لا يزال مستمرا في القاعة لكن كاملية شعرت فجأة ببعض التوعق وخبرت فارس أنها تريد العودة إلى المنزل سأل فارس بك لك كاملية ما يخطبك هل قصبت منازلت برد حزك كاملية رأسها وأجابت أنا بخير أنا على أرجح متعبة سأكون بخير بعد إغزك ستن من الراحة طبعا يا شباب هي أصلا خدت يعني رشفة أو رشفتين من الكوب النبيز اللي فيه منوم تمام طبعا ولما فارس جي خده فخميس رح إيه رح واخده منه بسرعة ورح إيه ورح رميه عشان فارس ما يعرفش أن فيه أصلا إيه منوم تمام فعشان كده يا حسن هي عايزة تنام المهم من كامل بحلول الوقت الذي وصل فيه فارس إلى المنزل كان بإمكان سماع عواء خنزيرة تم زبحه في الفندق المجاور لكواع طلب جاءت أولا صرخة خميسة الصاكبة المأساوية ثم جاء لعن فتحي الغاضب اللعنة خميس اللعنة لماذا أنت أين كامل يا يا إلهي أرد فتحي أن ينفجر بالبكاء لم يكن يتوقع أن الشخص الذي يركض تحته كان خميس يا ده فتحي ناس على الدماء عندما علم الحقيقة فكرة الإحداث التي وقعت ليلته جعلته يشعر بالإشمئزاز والصدمة أيقزته تماما انهار فتحي تماما شعر كما لو أن نظرته للحياة بأكملها قد انهارت لم يخطر بباله أن الشخص الذي عانقه وقبله الفترة طويلة كان بشكل صادم رجلا زقر فتحي بغضب بينما دوت صراخاته لاستيرية في جميع الحقيقة الطابق بأكمله ابتعد غادر يا غبي ابتعد عن عيني لرفق حميس نفسه في الملاقات وهرب نظرا لأن فتحي قد مزق ملابسه بالفعل لم يكن بإمكانه سوى استخدام الملاقات كان فتحي قلقا من أن يكتشف الجمهور الأحداث التي وقعت الليلة الماضية لذلك ارتدام لابسه هرب من أجل ذلك ولكن بعد فترة وجيزة من مغادرته تم إرسال مقطع فيديو إلى مجموعة الدردشة التي تحتوي على جميع زملائهم في الجامعة يا لحو يا لجدعان أحيي على الفضيحة السودة بعد دقائق قليلة انفجرت مجموعة الدردشة يا إلهي هذا مسير جدا عيوني تحترك لما يكن أعتقد أن فتحي لديه مثل هذه الميون لديه مثل هذا الزوك الغير عادي لا يا عجب أن فتحي لما يتزوج بعد التخرج طوال هذه السلوات لو صدك أننا اعتقدنا أنه لا يزال يحب كاميليا هل كان كل هذا مجرد تسطر على ميولو؟ يا إلهي أيها الأحمد كيف تجرؤ على خداعي بمشاعري إذا كنت تحب الرجال في لماذا وعدتني حينها أنت واكح أنه مقرف أنها ليست سيئة بالنسبة لفتحي لانوه غير متزوج مسكينة سارة حياتها متدمر السارة ديت اللي هي مرات خميس لما أتخيل أمدا أن خميس هكذا كان الفيديو بمثابتكم بلا نووية وارتفع عدد النصوص في مجموعتهم الدردشة بسرعة إلى أكثر من مائة رسالة سخر بعضهم من فتحي بينما شعر الآخرون بالفزع غضب بعضهم بينما تنهد الآخرون لكن معظمهم عاملوه مثل مصحة بعد كل شيء لم يكن له علاقة بهم انفجرت زوجة خميس سارة في البكاء على الفور أرسلت بسرعة رسالة نصية إلى خميس أراك في مكتب الشؤون المدينية غدا أنا أطلقك أرد خميس البكاء لكنه لم يستطع استمر في الأتصال بسارة وإرسال رسالة نصية إليها في نفس دردشة المجموعة لشرح أن كل شيء كان سوء فيهم أوضحها خميس مثل المجنون لكن لم يصدقه أحد لا يوجد شيء بيني وبين فتحي لقد كانت مؤامرة أقسم بعد كل شيء كان الفيديو دليلا نظر الوجودة دل دامغة كان تفسير خميس غير مجدي فقد فتحي وخميس بلا شك كل السمعة في دوائرهم هالليلة فارس سأقتلك حتى الموت حتى الموت أقول لك كان فتحي وخميس محرجين تماما يمكن فقد القاء كل شيء على فارس لكن فارس لم يهتم بما يقاله حتى لو لم حتى لو فعل ذلك ربما لن يشعر بالسوء استغفى الله العظيم حتى لو فعل ذلك ربما لن يشعر بالسوء على الإطلاق بعد كل شيء كان فتحي وحزبه هم الذين ارتكبوا الظلم أولا تعاون فتحي وخميس لتغدير كامل لماذا انتهى بهم الأمر على هذا النحو نظر سامي إلى هاتفه ليارى أنهم نجحوا أقد طلبوا ذلك ولا يستحقون شفقتنا ثم غادر القاعة وعاد إلى المنزل لا ينام في فيلا في الضواحي الشركية لمدينة نصر قال فارس ويساعد كاملية على نزول من السيارة كاملية وصلنا انزلي من السيارة أرد فارس إحضار كاملية للبقاء في القصر على جبل هيمالايا لكن المفتيح كانت لا تزال محامد ولم يرسلها بعد لذلك لم يكن لديه خيار سوى إحضار كاملية إلى هذه الفيلة المستقلة التي استأجرتها نوارة له في ذلك الوقت سكب فارس بعض المال كاملية في غرفة المعيشة ثم لاحظ انها تفهى استمر في الرنين بدون توقف ألقى نظرة وأدرك انهم صديقات كاملية ينقش ان حادثة خاميس وفتحي تنهت فارس وهو يضحك ويهز رأسك كاملية انها مفاجأة ان فتحي شاز قد يبدو لائقا زاهريا ولكنه فيها الواقع يحب الرجال خاميس رجل متزوج كيف يمكنها ان يفعل ذلك ما عليك سوى يلقاء نظرة على هذا الفيديو المسير لش مئزاز لكن لم يأتي رد من كاملية بعد وقت طويل استضر يرى ان كاملية كانت في حالة زهول كانت عيناها دبابية واجهها كرموزي فارس انا اشعر بالحرارة الجو حار جدا قالك تكاملية لقية لدرجة انها سعدت بالفعل الى زراعي فارس وده كمان تحطين بدل منوم كمان منشطات يا لهويان عليهم استغفر الله العزين استمرت في سحب ملابسها وخلعت سطرتها بالفعل لكنها زلت ساخنة طبعا ربنا يسطرها علينا وعليكم يا شباب ومحدش فعلا يشرب او يأمن لحد ربنا يسطرها علينا يا بنا طبعا ربنا يسطرها علينا يا كرجالة وربنا يسطرها عليكم يا بنا الحمد لله على كل شيء على الرغم ان كاملية كانت قد فتحت بالفعل بضعة ازرار كميسها الابيض الا انها كانت لا تزال دافئة صدم فارس على الفور ثم سأل كاملية هل شربت ايا من النبيزة الذي قدمه فارس الذي قدمه خميس اصبحت عيون كاملية غائمة وهي تلهز بشدة وتنفس بصعوبة ثم اجابت انا شربت قليلا ماذا تغير تعبير فارس في اللحظة التي سمعها او لا اعتقد فارس انه قد ظهر فيها الوقت المناسب لمنع كاملية من الشرب لكن كاملية سقطت بشكل غير متوقع فيه فخوه ما انتهى بها الامر بقليل بشرب القليل لحسن الحظة لم تشرب كثيرا خلاف ذلك كان الدواء قد بدأ مفعوله في القاعة كاملية انتظري انا بينما كان فارس على وشك مساعدة كاملية على تخفيف السن نهضت كاملية ودفعته على الاريكة تعلقت كاملية في حضنه كأنها مغوية احمر وجه كاملية بالكامل بينما فقدت عيناها التركيز حتى انفسها كانت حارة وصوتها مغريا وهي تأنن انه دافئ جدا فارس قبلني من فضلك قبلني احتضني كانت الغرفة هادئة مع بعض الاضواء الخافتة فقط اعنقت كاملية فارس وقبلت ركبته الجرأة وهم يجلسان على الاريكة كان هذا عزابا بالنسبة لفارس هو يالك من امرأة غبية توقفي عن اغوائي ليس لدي اخلاق يطبع الفصل خمسمائة تمانية وسبعين منزلنا الاول يانا دق القمر ساحرا تنهت فارس في الغرفة يا الهي جافح فارس الخروج من اناك كاملية ونقل بعض الطاقة الى جسدها للمساعدة في اقمع الدواء عرغم ان فارس كان متزوجا من كاملية لانه لم يكن على وشك استغلالها وإلا فان فارس سينزر الى نفسه بصدراء بالتأكيد كانت ليلة صامتة والله جدع جدع فارس راجل ياله راجل في اليوم التالي استيقظت كاملية وهي تشعر بالدوار فرقت كاملية رأسها هي تنهض من السري الرأسي يقلمني بشدة ثم القت نظر حولها وعقدت حاجبيها توقعت ان تساكت في غرفة نومها لكن تصميم الغرفة كان غريبا عنها تماما في لحظة وصيبت كاملية بالزعر كان وجهها شاحبا جدا فارس فارس اين انت فارس لم تكن كاملية مزعورة هكذا من قبل شعرت وكأن العالم قد تخلى عنها قال فارس ويبتسم فيها اللحظة التي رأى فيها كاملية مستيقظة كاملية انا هنا هل استيقظتي؟ دخل ومعه بعض الحليب الدافئ من المطبخ لكن كاملية لم تعفهم من الصدمة بعد ذلك احتطنت زراعي فارس قالت كاملية وعناها حمراء وغد الى اين ذهبت؟ زننت ان احدهم اختطفني واستغلني رافت كاملية بشكل طبيعي عندما استيقظت فيه بيئة غير مقلوفة مستلقية على سرير شخص اخر غزاؤها الوحيد انها كانت لا تزال ترتدي ملابسها وإلا لا اعتقدت كاملية حق انها تعرضت للاعتداء لحسن حظ كان فارس هنا شعرت كاملية بالامانة مع الرجل بجانبها بعد ان هدأت نفسها سألت كاملية فارس اين نحق؟ لماذا نحن هنا؟ احضر فارس الحليب وسلمه الى كاملية ثم قال الم تخبريني ان ان استأجر مكانا لقد استأجرت هذا المكان بسقت كاملية الحليب قبل ان تتمكن من ابتلاعه سألت كاملية على عجل ويتحدك في فارس في حالة صدمة عليست هذه فيلا لابد ان ايجارها مرتفعة كيف يمكن ان يكون المال الذي اعطيته لك كافيا ضحك فارس وقال كاملية لا تقلقي انا سري لقد وعدت بتعويضك عن كل شيء تتذكرين؟ ذكرت كلامات فارس على الفور كاملية باحداث الليلة الماضية نعم لقد نسيت انا اسألك هل حصلت على مساعدة سامي الليلة الماضية؟ كيف سنسدده اذا وصلت طلبات الخدمات؟ ستوقعني في مشكلة يوما ما لقد تأثرت بمفاجأة فارس الليلة الماضية لكن لم ترغف في ان يدين ان يدين فارس الاخرين بالكثير من الخدمات بسببه كان من السهل كان من الاسهل بكثير عادة المال من الخدمات وجدت كاملية انه من المستحيل نقدم لها فارس خاتما من الماز بكيمة مليارات الدولارات بدون مساعدة سامي صياد حتى انا كاملية اشتبهت في ان سامي ساعد فارس في استقجار هذه الفيلا المستقلة لكن كاملية كانت فضولية حقا كيف كانت قوة فارس الغاشمة كافية لجعل السيد الشاب صياد يساعده حتى لو كان مقاتلا ماهرا كان الحصول على طائرة الوكوبتر لقاء الزهور امرا واحدا لكن اعطاها خاتما من الماز بكيمة مليارات الدولارات كان بلا شك امرا مستبعدا سألت كاملية هتنظر اليه بنار في عينيها هل انت حقا سيد شداد ابتسم فارس على الفور وهيجيب كاملية انت اخيرا تصدقين انني سيد شداد كادت كاملية ان تفقد الوعي من الغضب وهي تلتقط وسادة وترميها على فارس السيد شداد تبا هل تعتقد حقا انك جيد لهذه الدرجة السيد شداد هو ملك مقاطعة المقتم لذا فهو مهيب للغاية لكن انظر الى مدى تفاهتك اه والله عندها حق في حسن الاحوال انت مجرد حارس السيد شداد الشخصي تحرجت كاملية عيناها نحوه لم تنظر بازدراء الى فارس لكن هالتها كانت مختلفة تماما في انتباع كاملية كانت سيد شداد ملك مقاطعة المقتم يتحكم في 16 مدينة امبراطور مثله سيكون بالتأكيد مهيبا ونبيلا سيكون لديه قوة عظيمة وهالة كبيرة يمكنه ان يجعل نفس في مدينة ترتجف من الخوف بكلمة واحدة الابطال مثله كانوا بعيدين جدا ونبلاء عن امثالها اول كده يا شباب والله احنا يعني احنا اصلا يعني بنبقى رجالة على كله معادة اللي احنا بنحبهم والله يعني مش حارفوا لكوا ايه بالصبت يعني احنا لما بنحب حد يا جماعة والله احنا بنبقى عاملين زي الكاتكوت في ايديها ماشا نكمل كان فارس لأيما يتعامل معها بخفة ونادارا ما يكون جدا ولداه جلد سميك والاهم من ذلك انه كان رب تمنزل لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لها هذان الشخصان مختلفان مختلفين تماما ربما لن تصدقه كامليا حتى لو قصر لسانه من قصرة اقناعها سألت كامليا بغضب هل تعتقد انني ليس لدي اي فكرة عما كنت تفعله هل استخدمت اليشم الامبراطوري الذي حصلت عليه فيه من قاعة الملك خلال مهرج المنتصف الخريف لصنع خاتم الماسا الخاص به كنت تساءل لماذا لم تكن حزينا بشأن خسارة قطعة من اليشم بكيمة مليارات الدولارات هل كنت تمتلكها دائما شعر فارس بالزنب ايضا لم يعتقد ان كامليا ستكون ذكية بما يكفي لتكتشف كل شيء ضعك فارس هيشرح كامليا كنت حاول فقط ان اقدم لك مفاجأة اقد كنت اجهز هدية عيد الميلاد هذه منذ سهوء منذ شهور حتى الان لكمت كامليا فارس على صدره كبضة ديها صغيرتين لتفريغ ضبعة يا وغد اقد جعلتني اشعر بالسوء الشديد هل تعرف كم شعرت بالزنب لا تكذب علي مرة اخرى لكنها كانت بلا شك متأثرة وسعيدة في قلبها كان يشمن الامبراطوري بقيمة الملايين وكان يمكن ان يبيع لتحسين ظروفه ومعيشته لكنها لم يفعل ذلك وصنع خاتما من الماس من اجلها فقط من نظر كامليا هذه المشاعر جعلت خاتما الماس يعني لها الكثير طبعا ده هيبقى لها كل حاجة او ما فارس برأسه بعد ان سمع شكوى كامليا ماذا يمكن ان يقول ايضا لكن كامليا انا حقا السيد شداد عجزت كامليا عن الكلام لقد تحسنت حالة كامليا المزاجية وكان على فارس ان يغضبها مرة اخرى قالت كامليا لم تعد تهتم بفارس بعد الان اخرس سامي شداد يدعى انه السيد شداد ايضا بعد ان تضحركت عيناها نحوه نزلت من سرية تفقد منزلها الجديد نظرا لان فارس كان مبزرا جدا استجارها زي الفيلا لم يقول لدها كامليا خيار سوى البقاء هنا قالت كامليا سابقا بشأن دين فارس لعائلة صياد بالكثير من الخدمات الان بعد ان علمت بما كان يحدث شعرت بالارتياح اكثر بعد كل شيء كان يشمى الامبراطوري الخاص بفارس ضخما وكان من مؤكد ان يتبقى الكثير من المواد بعد صنع خاتم الماس ربما عطى فارس اليشمى وتوكي لعائلة صياد ومن ثم كان سامي على السيدات لبسل قصاري جهده لمساعدته نظرا لانها كانت حالة مريح مربحة للجانبين شعرت كامليا براحة اكبر بشأن الانتقال الى الفيلا رائع هذا المكان ضح العيش في الفيلا يختلف تماما عن الشقك الصغيرة بعد التجول في الفيلا شعرت كامليا على الفور بسعادة غامرة وقصارة على رغم انهم استقجروا المكان الا انها وفارس يمكن ان يكون لهما على الاقل مكان يسمونه منزلهم منزلهم ايضا كان هذا المنزل ضحما وملئا بالبهجة طبعا شباب يعني كده ايه نحاول كده نوقف كمان ايه ممكن كمان ستة تمان ساعات كده اروح برضه عامل فيديو كمان لحني صوتي بدأ يعني في اخر فاصلة بدأ يبقى كده يعني بقى مشوش وبدأ يغلق ويعلق تماما وعشان كمان ارد على الرسائل اللي جات لي ديت اللي خليتني اوقف كذا مرة في النص تماما شباب وطبعا ايه ما تنسوش بقا تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان نصير كل ما هو جديد وحاولوا اضغطوا يا جماعة لايكات وزبطوني كده جماعة ماشي يلا وسلام اكتبوا لي بقى شوية كومنتات حلوة كده على خليكم وحاولوا شايروا القناة بتاعتي يا الله سلام